هل سبق لك أن ضللت الطريقة في سيارتك؟ إذا كان الأمر كذلك يمكنك أن تقود ببساطة إلى محطة وقود وتسأل عن الاتجاهات في الطائرة لا يمكنك فعل ذلك لكن لا داعي للقلق بشأن الضياع في الطائرة إذا كنت تعرف كيفية استخدام جهاز ملاحة صغير يعرف باسم VOR أو ما يدعى بVery High Frequency Omni Directional Range والذي يرمز إلى النطاق متعدد الاتجاهات عالية تردد للغاية في هذا الفيديو سنتحدث بالتفصيل عن VOR فابقوا معنا تتطلب الملاحة عن طريق VOR شيئين اثنين الأول معدات VOR المحمولة جواً على الطائرة مثل تلك الموضحة في الشكل أمامنا مع العلم بأن الأشكال تختلف من طراز إلى آخر لكن يبقى مبدأ العمل نفسه أما الثاني فهي محطة إرسال أرضية والتي تبدو من ارتفاع عدة آلاف من الأقدام وكأنها منزل صغير ولها أشكال مختلفة ينتج المرسل الأرضي 360 مساراً الكترونياً والتي تدعى بالCourses كل منها يمر عبر مركز المحطة كما هو موضح في الشكل أمامنا كل مسار أو كورس متوافق مع البوصلة المغناطيسية فمثلاً المسار 0 يشير إلى الشمال المغناطيسي والمسار 90 يشير إلى 90 درجة أي يشير إلى الشرق والمسار 270 درجة يشير إلى الغرب وهكذا باستخدام معدات VOR المحمولة جواً يمكنك التنقل في أي من المسارات 360 هذه أثناء الانتقال مباشرة من أو إلى محطة VOR بالطبع لا يفيد التنقل من محطة VOR أو إليها إلا إذا كنت تعرف مكان تلك المحطة لحسن الحظ يطير الطيارون دائماً ومعهم المخططات المقطعية للطيران أو ما يدعى بالAeronautical Sectional Charts والتي تظهر مواقع محطات VOR تقع محطة VOR في منتصف دائرة البوصلة والتي تحتوي على علامات صغيرة كل 5 درجات وعلامات أكبر كل 10 درجات وأرقام كل 30 درجة يحتوي مربع بالقرب من دائرة البوصلة الإسم وتعريف رمز مورس وتردد محطة VOR الأرضية كما في الشكل أمامنا حيث نشاهد أن ترددها هو 112.9 ميجا هيرتز تحتوي معظم الطائرات على مستقبل VOR واحد أو أكثر على متنها كل منها متصل بشاشة VOR تشبه تلك الموضحة في الشكل أمامنا عندما يشير الطيارون إلى VOR في طائرتهم فإنهم يتحدثون عادة عن الشاشة التي تتكون من خمسة مكونات رئيسية مؤشر في الجزء العلوي من الشاشة يشير إلى المسار المحدد إبرة عمودية تعرف أيضا بمؤشر حراف المسار أو Course Deviation Indicator أو ما يدعى بالCDI وهي تتأرجح يمينا أو يسارا علم أو ما يدعى بمؤشر الغموض Ambiguity Indicator وهو على شكل مثلث يشير لأعلى أو لأسفل أو علم مخطط باللونين الأحمر والأبيض يمثل المثلث الذي يشير لأعلى إشارة إلى To ويمثل المثلث الذي يشير لأسفل إشارة إلى From ويمثل العلم المخطط باللونين الأحمر والأبيض إشارة إلى إيقاف التشغيل سأستخدم الكلمات To و From و Off لتمثيل إشارات العلم الثلاثة هذه لتترسخ المعلومة بشكل أفضل مقبض OBS Omni Bearing Selector الذي تديره لتحديد مسار الكتروني أو كورس بوصلة دائرية متحركة يتم ضبطها عن طريق تدوير OBS حيث يؤدي تدوير OBS إلى نقل قيمة مسار ما إلى المؤشر للتنقل بواسطة VOR يجب عليك أولا ضبط وتحديد محطة VOR التي تريد التنقل بواسطتها وذلك باستخدام التردد المناسب في جهاز استقبال الملاحة لتصبح جاهزا لتحديد مسار للطيران يتيح لك تدوير OBS وضع رقم محدد فوق المؤشر كما هو موضح في الشكل أمامنا أي تحديد مسار من المسارات الـ 360 القابلة للطيران عليها والخاصة بمحطة VOR لنفترض أنك حددت المسار 360 درجة أو 0 درجة باستخدام OBS تقوم شاشة VOR الآن تلقائيا بتوجيه نفسها لتظهر لك مكان المسار ذي الزاوية 360 درجة بالنسبة لطائرتك كما ترى فإن المسار بزاوية 360 درجة يمر عبر VOR في اتجاه 360 درجة أما إذا كنت قد حددت المسار بزاوية 270 درجة فإن شاشة VOR الخاصة بك ستوجه نفسها إلى المسار بزاوية 270 درجة كما هو موضح في الشكل أمامنا كما يؤدي تحديد 030 درجة باستخدام OBS إلى التوجيه إلى المسار الموضح في الشكل أمامنا ويؤدي اختيار 240 درجة إلى التوجيه إلى المسار الموضح في الشكل أمامنا لنفترض أنك حددت المسار أو الكورس بزاوية 360 درجة حيث ستظهر 360 درجة فوق المهشر لتحلق في هذا المسار يجب أن تتحول إلى اتجاه 360 درجة على مؤشر التجاه Heading Indicator وبافتراض أنك فعلت ذلك يجب أن يظهر مؤشر VOR إبرة مركزية بعلامة 2 أي مثلث يشير لأعلى كما هو موضح في الشكل أمامنا عندما تكون فوق المحطة مباشرة يظهر العلم OFF أي خطوط حمراء وبيضاء مما يشير إلى أنك لن تذهب إلى VOR ولا منه في ذلك الوقت وببساطة إذا كانت الطائرة متجهة في اتجاه المسار المحدد وكانت الإبرة في المنتصف فإن علام 2 أو From يخبرك إذا كنت ذاهبا إلى محطة VOR أو مبتعدا عنها أثناء تحليقك على طول المسار المحدد وفي لحظة عبورك فوق المحطة تتغير علامة 2 تلقائيا إلى علامة From أي أن المثلث سيشير لأسفل إذن ماذا يحدث إذا كنت تطير في الاتجاه الصحيح ولم تكن إبرة VOR في المنتصف بشكل مثالي؟ هذا يعني أنك لم تتماشى بعد مع المسار الصحيح أي أنك موازن للمسار أو الكورس الذي اخترته ولكنك لا تسير فوقه يوضح الشكل أمامنا طائرتين ومؤشري VOR الخاصين بهما الطائرة اليمنى تتجه باتجاه 360 درجة والذي هو نفسه اتجاه المسار المختار تعرض شاشة VOR الخاصة بها إبرة متجهة يسارا مع مؤشر 2 هذا يعني أن المسار المحدد أو الكورس المحدد على يسار الطائرة وهو موازن لها ولكن الطائرة لا تطير عليه ولكن بموازاته وهو على يسارها أما إذا كانت الطائرة على المسار فستتجه مباشرة إلى المحطة لذلك يجب أن تستدير الطائرة اليمنى إلى اليسار لاعتراض المسار المحدد والذي هو 360 درجة أما الطائرة على اليسار فيجب أن تستدير إلى اليمين لاعتراض المسار لاحظ أنه عندما تكون مقابلا لمنتصف جانب المحطة الأرضية VOR أي هناك 90 درجة بين اتجاه الطيران وبين مكان المحطة VOR يظهر العلم OFF لا يعني هذا أنك خارج المسار هذا يعني أنك لن تذهب إلى المحطة ولا تخرج منها للحظات باختصار وببساطة تذكر أن الإبرة التي تميل في اتجاه تخبرك أن تدور في هذا الاتجاه وإلى هنا نكون قد تعرفنا على مفهوم VOR وأهميته في الطائرة والذي أتمنى أنني استطعت تبسيطه قدر الإمكان كي لا أطيل عليكم سأقوم بالفيديو التالي بتطبيق أمثلة عملية على VOR لكي تترسخ الفكرة بشكل أفضل وسنتحدث عن تأثير الرياح وتطبيق تصحيح الرياح بواسطة VOR فإذا عجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا وضع الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة باقي المواضيع كما سأكون شاكرا لكم لو شاركتم هذا الفيديو لكل عاشق للطيران وعلومه أراكم في الحلقة القادمة إلى اللقاء